بعد تحرير مدينة راوى غرب الأنبار شرعت القوات الأمنية بصنوفها المختلفة فيها بتأمين المنطقة والانتشار في عموم القضاء وإجراء عمليات تطهير الأحياء والشوارع الرئيسة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية اليوم باشرنا بعملية تفتيش وتطهير المنازل والحمد لله مثل ما جاء الشاهدوننا لقنا عبوات ناصفة بالطرق ولقنا بيوت مفخخة والحمد لله بجهود الهندسة الفرقة السابعة تم تفكيك جميع المنازل التي كانت متفخخة من قبل كيان داعشة الإرهابي تم تفكيك العديد من البيوت المفخخة والعبوات الناسفة وخراجها خارج المدينة ومن ثم تفجيرها وذلك للاستعجال رجوع العوائل النازحة فيما باشرت خلية الاستخبارات العسكرية بجمع أبناء راوة في الملعب الرياضي وسط المدينة وإجراء عمليات تدقيق أمني لأوراق الثبوتية وتمكنت من التعرف على 15 مسلحا من تنظيم داعش تواجدوا بين الأهل فضلا عن القبض على آخرين في أطراف المدينة أهل بايع من 2015 قبل شهرين يالله تايب من يومهم وهسا جبنا لنسنم القوات الأمنية كنت في الداعش والإزماني بالخار وهسا ما ذبح تحد ولا كتل تحد أنا كنت أعملوا يوم على الغسل على الآليات على الطبخ أهالي راوة تحدثوا للحرة عن المجازر التي ارتكبها التنظيم وإعدامه للعديد من أبناء المدينة في الساحة العامة وسط المدينة معربين عن فرحتهم بخلاصهم من سطوة تنظيم داعش هنا بالفلكة لو ستجل الفلكة طيروا رأسها دبوا هناك رأسها طيروا هناك دبوا أهل الفلكة تشهد حتى بالفرن عزل الفرن ماله ظل مع عزل القطية من القطية يقتلق بالقلان شنو هنا قاعد بس يقصون بالحلام قصب مش هماشان أنا بني رادي يرموهم انهزمو الله العظيم ما يقدر أحكي الحاصل ما خلصنا إلا بشاهدة زيان إلا الله جاب الجيش إلا ارتاحنا هذه مدينة تورا وأصبحت آمنة مستقرة بعد هروب تنظيم داعش منها وانتشار القطعات العسكرية فيها وبأشرت القوات برفع العبوات الناسفة والمخلفات الحربية من المدينة من وسط مدينة راوى عمر العبيدي الحرة